السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتناول في هذا الفيديو كيفية كتابة البحث العلمي الجامعي الخاص بقسم الإعلام كلية الأداب الفرقة الأولى الثانية الثالثة بجميع شعبه الخطوات الأولية في البحث العلمي سنتناول القواعد العامة التي وضعتها الجامعة للرسالة البحثية أولا غلاف البحث والذي يجب أن يجتمل على عنوان البحث اسم الطالب، اسم المقرر، الفرقة، التخصص والشعب به المقدمة والأهداف والأهمية جيم موضوع البحث دال الخاتمة الخلاصة الاستفادة وأخيرا المراجع والمصادر سنتناول كل نقطة منهما على حدة ملحوظة لا يقل البحث عن خمس صفحة اختيار الموضوع سيختار الطالب موضوع من موضوعات البحث في كل مادة علمية والتي رفعها كل دكتور على المنصة التعليمية الخاصة بجامعة أسوان يستطيع كل طالب من خلال البسورد واليوزرنام الخاص به أن يدخل على المنصة التعليمية ليختار موضوع البحث شرح مبسط لخطوات البحث العلمي أولا المقدمة وضع عناصر الموضوع والاستفادة من هذه العناصر في كتابة المقدمة ومرعاة البدء بالحديث عن العام ثم الانتقال الخاص تكتب كل عنصر في سطرين أو أكثر أن تتضمن كل آخر سطر من العنصر ما ستتحدث عنه في العنصر الذي يليه الأهداف تكتب الأهداف في نقاط الأهداف هي ما يريد الطالب التواصل إليه من خلال هذه الدراسة يتمثل في الإجابة عن السؤال ما الأهداف التي تود تحقيقها عندما تنتهي من هذا البحث الأهمية الأهمية هي الاستفادة التي سيضيفها هذا البحث للمجال العلمي يمكن أن يتمثل في إجابة الطالب عن السؤال لماذا اخترت هذا العنوان دون غيره ومقم التي سيحققها للمجال العلمي الموضوع سيكتب الطالب كل ما يريد عرضه عن هذا الموضوع من معلومات الخاتمة يجب أن يتترك الطالب للموضوع الرئيسي للبحث أن يكتب الخاتمة في جمع قصيرة واضحة أن يكتب ما أظهره له البحث وما أضافه من خلال بحثه وما الأمور التي لم يتمكن من الوصول إليها الخلاصة في الخلاصة يجب أن يكتب الطالب ملخص بسيط يستعرض فيه ما جاء في البحث الاستفادة يستعرض فيه الطالب ما استفاده من موضوع البحث وأخيرا المصادر والمراجع يكتب الطالب جميع المصادر والمراجع التي أخذ منها المعلومات في نهاية البحث سواء كان كتاب، موقع، مقال، لسالة ماجستير أو دكتوراه أسس الاكتباص من المصادر والمراجع يجب على الطالب أن يقوم بإعادة سياغة المعلومات التي أخذها من المصادر والمراجع المختلفة وكتابتها بطريقاته الخاصة التي فهم بها المعلومة يمكن الاكتباص بدون إعادة السياغة في حالة التعريفات أو اكتباص قبل أحد الأشخاص مع وضع علامات تنسيس يمكن أن يلخص الطالب النص مع الاحتفاظ بالفكرة الأساسية مع تحيات وحدة القياس والتقميم